عودة العاشر صفح بالأهلي أهلا بيكم مرة تانية فقرتنا دي تهم كل الناس اللي عندها مشكلة مع زيادة الوزن عندنا شوية معلومات مهمة هنتكلم فيها النهاردة عن الألياف ويمكن الألياف دي يمكن كتير من الناس اللي بتعاني من السمنة واللي حباً هي تنزل وزنها مش بالضرورة كلهم يكونوا عارفين ان فيه أنواع مختلفة من الألياف بتعمل على تعزيز فقدان الوزن وبالتالي خفض معدلات أو مستويات السكر في الدم ده غير أن هي كمان بتزود من الشعور بالشبع يعني إلى حد بعيد الحقيقة هل الكلام ده كلام حقيقي ولا كلام مبالغ فيه ده اللي هتأكدهن أو تنفيهن دكتورة دين أبو سعود اللي منورانا في حلقتنا النهاردة وهي المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرلز يا صباح الخير يا صباح الخير يا كريم الحمد لله كله زي الفل اللي أنا بقوله ده أي كلام ولا كلام حقيقي لا ده كلام حقيقي طبعاً الألياف لها دور كبير جداً في إنقاذ الوزن وعلى طول بقول أن السمنة يعني أي حد مريض سمنة بيبعرضة لأمراض كتيرة جداً جداً هو في غنى عنها بتقولتنا فمرة قبل كده أن هي بوابة لـ 44 مرض بالضبط بالضبط من سكر نوع تاني من قلب من ضغط من مشاكل في العظم من حاجات كتيرة جداً من كوليسترول العالي وحاجات كتيرة جداً الألياف لها دور كبير لأن الألياف بتعمل كذا حاجة بتعمل كذا أكشن لإنقاذ الوزن أولاً الألياف بتاخد حاجة كبير قوي في المعدة لو الألياف اللي موجودة في الصلطة أو أتقافر الألياف الشوفان الأمح الحاجات دي كلها بتنفش في المعدة وبتاخد حاجة كبير قوي فالحجم المعدة بيبقى صغير فما بقدرش أستقبل كمية الأكل اللي كنت باستقبلها هي بتنفش في المية لما تكون الألياف متدوبة يعني بتنفش في المعدة لما تكون متدوبة في المية ولا حتى لو أنا كالتها بشكل تاني أو مثل المصدر لا بالمية أحسن يعني لو أكلنا صلطة فيها ألياف نشرب معها مية كويسة أوي الألياف دي أول حاجة بتعملها بتعليلي جداً معدل الشبع يعني ممكن لو أنا أخدت واجبة فيها ألياف ممكن أعود بستة ساعات أنا حاسة أن أنا شبعانة الألياف اللي في الأكل هي بتبقى زي إيه؟ زي السلطات يعني الخضار المسادرة بالزبط والناطس فيها ألياف المقاصرات فيها ألياف بس المقاصرات فيها كالريز ما هو المشكلة أن أنا كل حاجة في الدنيا فيها كالريز الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش كالريز هي الميا أوكي بعض أنواع الفاكهة فيها ألياف الشوفان فيه ألياف بس الشوفان لو أخدت الصبح على وجبة فطار وحطيت عليه المقصرات كتير قوي وعاسل وبتاعها تخن فلازم نعرف ناخد الألياف دي ازاي وهقول ازاي تون عمره مريب الشفان دي والله عظيم بكلمك بأي الشفان والتونة تسمع من الناس ان هم بيأكلوهم عشان يخسوا وتسمع من الناس ان هم بيأكلوهم عشان يزيدوا في الوزن أنا بنصح من نسبة للتونة من أخدش غيرها البتين تونة في الأسبوع عشان بيبقى فيها ميركري بالنسبة يعني بيبقى فيها زئبة فالتونة حلوة جدا لانقص الوزن بس لازم الزيت اللي بتاعها يتصفى لو احنا جايبينها في زيت ساعات بتتبع داخل ومية لو احنا جايبينها في زيت نصف في الزيت وممكن نشطفها وناخدش غيرها البتين تونة بس في الأسبوع عشان جس ما يحصلش فيه تراكم للزيبة الألياف بتعمل ايه كمان بتزبط لي عملية الهضم فلو حد عنده امساك الألياف بتزبط جدا عملية الهضم وعملية الإخراج الألياف بتمنع من امتصاص الدهون بنسبة فدي حاجة كويسة جدا الألياف بتزبط معدل مستوى السكر في الدم طيب ايه زي نقدر ننقص في الوزن ان انا اخد ألياف بس ما تخنش لازم امشي على منتج يكون مرخص من نظر الصحة المصرية ويكون الفيدباك بتوع السادة العملة كويس جدا وده اللي حصل مع شركة باي ناتشرلز ان الفيدباك بتاع بيستا كورس بيستا رائع اولا مرخص وزارة الصحة المصرية ثانيا يحتوي على ألياف من ردة الشوفان من القمح من كشور السليم طبعا الكورس اللي احنا شايفينه على الشاشة بيستا ده اللي على اليمين ده كورس بيستا ده كيس بيتاخد قبل الوجبات الرئيسية في اليوم ثلاث مرات في اليوم من مرة أو اتنين أو تلاتة على حسب الفريق الطبي اللي متواجد في الشركة هم اللي بيحددوا ياخدوا كام ساشة في اليوم ولازم يبقى مع بيستا ألف مالتي فيت مالتي فيتامين عشان لما أنا بقلل الأكل مش عايزة أفقد الفيتامينات والمعادن الفيتامينات والمعادن سر الحياة فازاي ان نقدر نعوض فقدان الفيتامينز والمينرالز بألف مالتي فيت لأن ألف مالتي فيت داخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن من أهم الفيتامينز الموجودة داخل ألف مالتي فيت فيتامين بي ده مهم جدا لسرعة الأيد معنى كده أن ألف مالتي فيت بيساعد لأنقاص الوزن لأنه بيعليل معدل الحرق لاحتواء على فيتامين بي كل العيلة وعندي داخل ألف مالتي فيت فيتامين سي فيتامين سي مهم الكذا حاجة الدراسات الأخيرة أثبتت أنه هو بيقدر يعليلي معدل الحرق ويحرقلي الدهون ففايتامين سي عامل مساعد لإنقاص الوزن بلاس إن فيتامين سي بيعززلي امتصاص الحديد عشان نقي نفسنا من مرض الأنميا كمان ليه حاجة حلوة قوي إنه بيعزز إنتاج الكولوجين فمش عايزة خس ولاقي بشرتي شحبة وبالذات السيدات بسيطة خاصة طبعا مش عايزة أخس وحس منتحت عيني مش مظبوط فأوريدي فيتامين سي بيعمل ده طيب داخل ألبة مالتي فيت كمان إيه فيتامين سي فيتامين بي كومبليكس عندي الكالسيام الكالسيام مهمة أول صحة العد وعندي داخل ألبة مالتي فيت الزنك لما باجي أتكلم على الزنك يعني باتكلم على مناعة قوية باتكلم على شعر ما بيقعاش لأن الزنك الشعر محتاج زنك جدا الضوافر محتاجها زي أي خلية عندي بتجدد في الجسم بتبقى محتاجة زنك واللي بيميز ألبة مالتي فيت أنه أعلى تركيز في الزنك من نسبة 23.9 يعني 24 ميلي جرام وطبعا لما ده أتكلم على زنك يبقى لازم يبقى أصاد ونحاس وداخل ألبة مالتي فيت فيه نحاس فأنت عندك 13 ليه لازم يكون أصاد ونحاس ده بيكمل شغل بالضبط ده بيشغل ده زي ما أسأل ما ما منقول الفيتامين دال بيساعد على امتصاص الكالسيوم داخل العرض وطبعا فيه فيتامين دال هدية كمان من شركة بايناتشرلز لأي حد بياخد الكورس بيستا طيب الفئات العمرية اللي ممكن تتعامل مع المنتج الأمراض المزمنة اللي ممكن يكون حد مصاب بيها وفي نفس الوقت هو بيعاني من سمنة مفرطة وعايز يخس يعني يعمل إيه بقى في الحالة دي يعمل إيه طبعا عايز أقول أن كورس بيستا مناسب جدا لأصحاب الأمراض المزمنة من مريض السكر لأنه قردي مريض السكر قلت لسه أعلان من شوية بيضبط معدل السكر بيضبط معدل السكر وقالب مالتي فيت داخل فيتامين بي وهو مهم جدا فيتامين بي عشان صحة الأحصاب فهيبقى مناسب جدا الكورس لمريض السكر مريض الضغط كمان مناسب لأن الألياف اللي داخل بيستا بتحسن أو بتزبط معدل الكوليسترول بنسبة المال لكن طبعا طبعا لا مجال ما فيش حاجة اسمها أنا بستبدل حاجة بدواء الدواء ملوش أي بديل الدواء هو العلاج الوحيد ما عنديش أي علاج تاني غير الدواء بتاع الدكتور والفيتامينات دي سابليمنتز يعني مكمل غذائي فقط فهو لا يتعرض إطلاقا مع مريض السكر والضغط والقلب ولأصحاب الأمراض المزمنة الفئة العمرية طبعا من سن 13 سنة 14 سنة قدر يستخدم الكورس لغاية كبار السن ويمكن كبار السن مهم لي كويس لأن بقينا في الفترة الأخيرة وده شيء مؤسف جدا هي ممكن تلاقي مثلا طفل ماكملش حتى 12 سنة ولا 11 سنة وبسم الله ما شاء الله يعني طب ده هيعيش تفوته أصلا إزاي ولا هيتحرك ويتطط ويرعب زي بما يتماشى مع سنه أصلا مشكلة أن الأطفال اللي عندهم سنة دي مشكلة كبيرة يعني إحنا كنا زمان نسمع الكبار السن اللي ما بتحركوش اللي قاعدين في البيت فبياكلوا وما فيش حركة فبيسمنوا لكن أطفال دلوقتي كتير قوي في المدارس أو في الشارع أو whatever أي كافيتيريا أو أي كافية أو أي جونك فود بيبتدوا ياكلوه والأم ما بتعملش موانيتر فلازم الأم تبعاملها حتى اللانش بوكس اللي بيتاخد في المدرسة لازم تبعى عارفها حتى إيه جوة اللانش بوكس بروتين ألياف المقصرات هتبعى ليه كويسة جدا المقصرات مليانة أوميجا لكن لو هتكلم مش قادر تعمله كنترول على الشهية بتاعته لأنه صعب أن نعمل كنترول على الشهيتنا إحنا كبار بيبقى صعب أن نعمل كنترول على الشهيتنا ما بالك الصغار الصغار يعني فطبعا كورس بيستا مناسب من سن 13 سنة تقدر تستخدمه يقدر الطفل يستخدمه بدون أي مشاكل في ناس عندها مشكلة مزمنة اللي هي إيه اللي هي المعدل الحرق عندها يعني في ناس كتير بتشتكي من المعدل الحرق عندها ضعيف وفي بعض الأحيان يكاد يكون مش موجود أصلا المبدأ بتاع الحرق نفسه مش موجود إلى أي درجة المنتج ده ممكن يبقى مفيد المنتج أو الكورس بيستا بيساعد جدا على معدل الحرق طبعا الستات معدل الحرق طبعتنا أقل من الرجال لأننا عندنا دهون كتير الراجل بيبقى عنده نسبة لكتلة العضلية أعلى أنا كلما زودت لكتلة العضلية كلما عرفت أحرق الدهون أكتر الكورس بيستا يقدر يحرق يقدر يسرع معدل الحرق لأن دخله فيتامين سي ودخله ألياف والكروميوم بيقدر يعليه لمعدل الحرق داخل ألب مالتي فيت الفيتامينز اللي بتقدر تساعدني على زيادة معدل الحرق هو فيتامين بي كومبليكس بلس أنه كمان بيطلع مع الكورس الجرين كوفي أو القهوة الخضرة اللي بتساعد جدا على الميتابوليزم وأنه يعليه لي معدل الحرق معاني جميل طيب تعالي نتخيل جدلا أن أنا بعاني من السمنة المفرطة يعني يسبع من بقي ربنا أنت في نعمة والله يا كريم أنت مش حاسب بي بص يعني بعيدا عن الهزار لو افترضنا أن الواحد إما يكون أوفر ويت أو أندرو ويت فالأندرو ويت أعتقد أنه صحيا أرحم كثير طبعا بكتير لا الدهون وبالذات يعني الدهون دي خطر الترايت الجليسرايدز وبتعليل الكوليسترول وكلسترول لما بيعلى أنت عارف كوليسترول أه جلطات والله قدر الله وحاجات كتير طبعا ودهون البطن دي كرسة لأن البطن هي اللي شايلة الكبد والبنكرياس وحاجات كتيرة جدا طبعا الأندرو ويت بالنسبة لي أحسن بكتير طب تعالي نرجع تالي للخيال للعلم اللي أنا أفترض وإن أنا كنت بعاني من سمنة وخدت المنتج ده ومشيت عليه شهر واثنين وثلاثة وتمام كده وصلت للوزن المسالي والنموذجي في رأيي أو من وجه النظر أوقف ولا أقلل ولا هيحصل إيه بقى عشان نسبات في الوزن يا كريم لو قدرت توقف وتمشي على اللايف ستايل يعني المقدار الأكل اللي أنت بتاكله نفس المقدار الأكل اللي كنت بتاخده مع الكورس لأن الكورس طبعا سلا مع الكورس كنت باخده وحطه واتحيز اللي قد كده اللي فضلي في المعدة بزبط لأن بقية الألياف اللي بنتكلم عنها بتمفش لما مبقاش فيه ألياف بتنتفش في المعدة المعدة بترجع لحجمها بترجع لحجمها لأنه إحنا ما عملناش قصة معدة يعني لازم بيبقى فيه إرادة بقى كمان بعد الوصول للوزن بس برضو برجع أقول إن صعب إن احنا نعمل إرادة فالريدي بيبقى فيه كورس تثبيت من شركة بايو ناتشللز يقدروا يتكلموا عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة وبرجع أقول إن شركة بايو ناتشللز هي الأكيد الوكيل الحصري لكورس بيستا طعب تعالي بقى نشوف نموذج ومثال لحد من أصحاب الإرادة أستاذ إبراهيم ونشوف قصته مع بيستا كتا عاملة زي تفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا بستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قلالة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني إن أنا جعان خالص لغير إن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس إنهم يستخدموا بيستا طيب تعالوا بقى نلوح لي أسئلة حضراتكم إحنا جات لنا مجموعة من الأسئلة وعايزين نعرف بقى منك يعني إجاباتك عليها بعد إذنك وهنبتدي بسؤال جايلنا من صبر بتقول السن 27 سنة الوزن التسعين دقيقة أو صبر في كلامه السن 27 الوزن التسعين الطول 155 بس صبر بقى ده مشكلة كبيرة بصي بقى اللي حصل معها إيه بتقول بعد ما تقدم لي عريس رجع ورفضني عشان وزني زايد وأنا مش عارفة نظم الأكل ولا أعمل ضايت لإني بحب الأكل جدا نعمل إيه بقى عشان نرجع بالعريس مرة تانية مشكلة موضوع يعني إن الحد لو أوفر ويت بيحصل له تنمر دي حاجة يعني نفسيا وحشة جدا 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 يعني الحقيقة بقول لها أن وهي لسه صغيرة وأكيد معدل الحرق عندها تبقى أحسن من لو كان سنها كبير يعني هي تبدأ من دلوقتي هي 27 سنة فهي تبدأ من دلوقتي مع شركة بيانات شرس تبدأ تستخدم كورس بيستا هتلاقي إن الشراحة اللي بتتكلم عنها ما بقتش موجودة أصلا وهتلاقي نفسها بتخس كل شهر وكل أسبوع عندنا معتبعة كمان مجانية من الشركة بتقدر تتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة وعندنا الفريد طبي هشرح لها كل الكورس عبارة عن إيه وهتاخد صاشة واحد أو اثنين أو ثلاثة على حسب الحالة بتاعتها وكل أسبوع تقدر تكلم الشركة وتقول لهم بقى يعني أنا خسيت قد إيه طب الكورس اللي جاي أخده قد إيه ومهم قوي بالزبط ومهم قوي أي مريض أو مريض يسمنا الدعم النفسي يعني مفروض هي تخش على الكورس وهي أبتميستيك يعني ما تبقاش بالزبط إيه عندها تفاقل الحياة هي بتياني حتتفاقل بعد أول شهر أنت كنت قبل كده قلت لنا أن المعدل تقريباً بيكون من 8 ل 12 كيلو اللي بياخد المنتج جابية في خدس آه من 7 12 كيلو دي دفع معنوية لوحدة لو الأوفر ويت قوي بيخص أسرع من اللي عايزي خص 5-6 كيلو دوله بصعبين شوية لكن الأوفر ويت قوي من أول شهر بتلاقيه نازل كتير كتير يعني طيب سؤال تاني جاينا من غدير محمد بتقول أنا عايشة في السعودية وجوزي هو كمان وزنه بقى 110 كيلو هي بتقول أن طولها 160 وطول زوجها 177 بتقول قررنا نخس سوا وإحنا في مصر حالياً قاعدين أجازة لمدة 3 شهور استعواضوا ربنا استني دلنا أجازة 3 شهور وجايين بعد طول الغياب فأكيد بقى حتى يستواني والحلل والمحاشي والبرمة ولا إيه مشكلة الموضوع الشغل ومنستسهل يعني كتير قوي بس معده كتير حتى من صحابي بكلم صاحبتي مثلا في الشغل فقال له بتعمل أوردر من مكان معين طول الوقت فجأة روحت لها البيت قلت لها إيه اللي جرالي قلت لي من الشغل من الشغل مش عارف إيه ما أنا بقعدة في الشغل عايزة تسلى بتاع فبتروح ده دي مشكلة كبيرة يعني لو أخذنا من وقتنا كل يوم ساعة نعمل اللانش بوكس بتاعنا الحاجات كده احنا مش هنتخم لكن لو كل يوم عادة في الشغل باكل الجنك فود أكيد أكيد حتى لو الحرق عندي عالي أكيد هتخن برضو هي وزوجها يقدروا يجربوا معانا كورسي بيستا هيتبستوا جدا 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 من نتيجة كورسي بيستا هياخدوا بيستا أكثر من انبساطهم بالحلل والطوامل اللي مكلمت عليها هيبقوا أسعة حالة على فكرة لا مش هيبقوا حسين أنا عندهم يعني حتى مثلا لو معزومين في مكان مش هيبقوا كريفنج على الحاجة دي أصل طيب السؤال اللي بعد كده جالنا من بيقول هو مش عالي اسمه بيقول أنا مهندس مدني سني خمسة وتلاتين سنة طولي مية تلاتة وسبعين بحب الأكل جدا جاهز بلسا نتكلم في حتة الجانك فود وبيقول وزني بقى بيزيد بسرعة كبيرة جدا وحاليا بقى وزني مية واحد وعشرين كيلو طب ده كده هو ما كانش أعيل وزنه لأو بيقول آه وزنه حاليا بقى مية واحد وعشرين كيلو بيقول منعت نفسي تماما عن الأكل كنت باكل فاكهة ومية وصلطة لمدة أسبوعين تبهدلت وتعبت ومنزلت شكيلو واحد ورجعت أكل أكتر من الأول لا هو فيه ناس بتتبع حميات غذائية مش صحة خالص يا كريم يعني الناس اللي بتحرم نفسها جدا يعني بيأكل صلطة مهمة جدا 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 أكيد في الضايت وأكيد في الغذاء الصحي بس أحنا محتاجين بروتين بروتين مهم جدا محتاجين نشويات النشويات بتاقن أنا معاك لكن أنا محتاجة أخذ نشويات بكميات بسيطة جدا باعتدال يعني باعتدال بالضبط وكميات قول مش كبيرة عشان ما تخنش لكن نشويات مهمة جدا لدعم الطاقة بتاعتي هو أكيد كان بيدوخ وكان بيقع وعنده عدم تركيز وكل الحاجات دي لا الضايت الصحي إن أنا آكل ألياف آكل صلطة ومش كل الفكهة يعني مش كل الفكهة تسمح في الضايت البلح بتاخذ ما حليش بصواتك موز وارجع عشتك الموز ما عنديش مشكلة فيه لو مزايع بس هو فيه نسبة كارب يعني لكن ما ينفعش أبقى قاعدة بقول أنا باكل فكهة وقاعدة قدام التلفزيون ويجيب كيلو عينب واكل يعني انت فاهم قصدي العينب ملوش علاقة بالضايت خمس أمن الوسطية والاعتدال بيكونوا مهمين ومطلوبين في كل الأمور الحية طيب السؤال بعد كده بيقول برضو مش أيل اسم بيقول ابني عنده 17 سنة كان رفيع جدا وهو عنده 15 سنة أنا عدت أضغط عليه الفترة إنه بياكل كتير فجأة بقى وزنه زايد زيادة عن اللزوم وبقى يأكل أكتر مني وبقى وزنه 81 كيلو فكان بيزغطه مش بيأكله بالضبط لا لازم يبدأ وعدنه يعني سنه صغير على كل الكيلوهات الكتير فلازم يبدأ معنا كورس بيستا طبعا برجع أقول أن شركة بيو ناتشرلز هي الوكيل لحصر الكورس بيستا بيستا مرخص وزارة الصحة المصرية ألف مولتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء الحاجة موجودة في السيدلية بس ممكن لو رحت السيدلية ألاقي ألف مولتي فيت وملاقيش بيستا وروح سيدلية تانية ألاقي العكس في حالة دي بقى يفضل التواصل بشكل مباشر مع الأرقام اللي زارع الشاشر هي أرقام شركة بيو ناتشرلز أو مع السوشيال ميديا عندنا صفحة على الفيسبوك بيو بيستا نقدر نطلب منها برضو كورس بيستا طيب أخيرا بقى فيه سؤال ليه علاقة بكبار السن يعني اللي بقى بيقول جده عنده 63 سنة وزنه بقى 103 كيلو وما بقاش قادر يتحرك وبقى بيشتكي كتير من ركبه طبيعي جدا ومنطخي وبيزعل لما بنقلله الأكل أنا عايزاه أخليه خس بأي طريقة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ مهم أول أن ياخد ساشة من بيستا هو طبعا أكيد هيزعل لو حد حرمه من الأكل أكيد فلما هياخد البيستا على كوباية مية كبيرة أولا طعمه عصير طفاح مش هحسن هو بياخد حاجة طعمها مر ولا أي حاجة بياخده قبل الأكل بنص ساعة من غير ما هي هتحرمه هو هيكل شوية ونقول لها خلاص أنا شبعت ويقعد فترة شبعين مع الوقت هيلاقي نفسه بيخس ويريد يحاول يمشي يعني أنا بقول كبار السن يعني هنتحايل على جده بالزبط أه وتحاول يعني تاخده وتنزل تمشي عشر دقايق على الأقل تحرق مفصله ما يفعش نفضل قاعدين على الكلب وعشر ساعة لا ولو ترى يخس فعلا وحنقول بمتوسط عشر كيلو إحنا ما قلنا من تمانية للتناشر أولي هيخسره تسعة عشر كيلو أكيد هيحس بفرق طبعا أكيد وده اللي واحده هيبقى محفز هيلاقي نفسه هو من نفسه تعاليه ننزل طبعا أنا عايزة تمشي هو دلوقتي مش قادر يقوم أصلا يعني بيبقى عايز ينزل ويعمل مهام مش قادر من كتر ما هو أوفر ويت أو عنده سنك مفرطة طيب إحنا كالعادة بنسعد دايماً بوجودك في عائلة وبنستفيد كتير جداً كل الشكر ليك يا دير على وجودك في عائلة في حلقة النهاردة وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي خانات الأهلي في كل مكان في العالم بشكركم على حس المتابعة ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله إلى اللقاء